ثانيا إنها الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم من أين جاء يأسهم الآية ستبين لنا الحقيقة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم من دينكم من عقيدتكم فالدين هو العقيدة والعقيدة في ديننا مسيجة بسياج الكتاب والعترة ولا يوجد شيء آخر ما زاد على هذا فذلك هراء السقيفتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة أقف عند هذه الجملة المقام مقام إيجاز اليوم أكملت لكم دينكم أكمل هذا الدين بأئمة كاملين فهل يعقلوا أن الدين يكمله الله بأئمة ناقصين هذا الدين أكمل بأئمة كاملين وهؤلاء الأئمة مقاماتهم لا تعد ولا تحصى في عوالم الغيب أو في عوالم الشهادة وهم في كل مقام من مقاماتهم كاملون فلا يمكن أن أتصورهم في مقام من مقاماتهم في حالة نقص في عوالم الغيب في عالم الملكوت في عوالم الشهادة في عالم التراب لا يمكن أن يكون مقام من مقاماتهم من مقاماتهم يعاني من نقص في الجانب المعنوي أو في الجانب المادي القرآن صريح اليوم أكملت لكم دينكم بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الإكمال بأئمة كاملين وبحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الأئمة هؤلاء لهم مقامات مقامات لا تعد ولا تحصى هكذا يقول إمام زماننا في دعاء شهر رجب لني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك إلى آخر ما جاء في الدعاء أذهب إلى موطن الحاج أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادنة لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك وجعلتهم آياتك فجعلتهم معادنة لكلماتك هؤلاء هم معادن كلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك وجعلتهم آياتك ومقاماتك وجعلتهم مقاماتك الله ليس له مقامات الله ليس له مقامات المقامات من شأن المخلوق وليس من شأن الخالق الخالق هو الذي يضع المقامات للمخلوق وما يقال له مقامات الله إنها مقامات المخلوق الأول إنها مقامات محمد وآل محمد دقق النظر في كلمات إمام زماننا صلوات الله عليه أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان هذه المقامات كاملة كاملة الحسين الحسين حينما دفن لا بد أن يدفن كاملا هذا مقام من مقاماته ولذا لا بد من رجوع الرأس الشريف ولا بد أن يكون الدافن معصوما فإن المعصوم هو الذي يلي أمر المعصوم والحديث عن رأس الحسين عن رأس الحسين الكلام عن رأس الحسين عن الجهة الأعلى في جسد الحسين فلا بد أن يعود إلى الجسد ولا بد أن يكون الدافن معصوما ولا بد أن يكون الدافن معصوما الزمان إنه السجاد صلوات الله عليه لا حاجة لكتب التأريخ ولا حاجة لهراء مراجع النجف وكربلاء يقسون الأمور بمقاييسهم الخرقاء هذه حقائق الدين وكما قلت لكم إن الدين الذي يعجز عن إثبات حقائقه ما هو بدين الله هذا هو دين الشيطان أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها مقامات ليست عاطلتان إنها مقامات كاملة والحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو في قبره يمثل مقاما من مقاماته فلا يمكن أن يكون هذا المقام معاطلا لا يمكن ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكهة يعرفك بها من عرفك يعرفك بها من عرفك هذه مقامات تمثل المعرفة تمثل المعرفة الكاملة فكيف يكون الحسين من دون رأس في هذا القبر كيف يكون ذلك وهذا مقام من مقامات الحسين التي هي مقامات الله الله بما هو هو بحسب ذاته ليس له من مقامات وإنما جعل له مقامات وهذه المقامات هي مقامات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جعلهم وجهه هم وجه الله فيما بين أظهرنا ولذا فإننا نخاطبهم نخاطبهم حيث نناجي إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وهذا الكلام ينطبق على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وعلى الصديقة الكبرى فاطمة وعليهم جميعا فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أستطيع أن أستمر مع كل كلمات هذا الدعاء الشريف الوقت يجري سريعا ماذا أصنع لهذا الوقت والمطالب كثيرة وفيرة نحن نقرأ أيضا في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف ويقرأ أيضا ويقرأ أيضا في مقام الاستئذان في زيارتنا لأئمتنا جميعا صلوات الله عليهم هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان ولازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان والحمد لله الذي منع علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان هذا الكلام لا يقال لمحمد وآل محمد في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان هذا الكلام ينطبق عليهم ونحن نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم بأننا نؤمن بسرهم وعلانيتهم بأننا نؤمن بأولهم وآخرهم بأننا نؤمن بشاهدهم وغائبهم بأننا نؤمن بصامتهم وناطقهم في كل حال من أحوالهم وفي كل شأن من شؤونهم فهذا الوصف ينطبق عليهم ظاهرا وباطنا فلا نستطيع أن نتصور أن مقاما من مقاماتهم الظاهرية يكونون فيه في حالة نقص بأي معنى من المعاني بأي مستوى من مستويات النقص لا يمكن هذا هذه وحدة معرفية وعقائدية كاملة أجزاؤها لا تتفكك هذا البناء العقائدي ما بين القرآن وبين الروايات والأدعية والزيارات بناء منسجم متسق مستوسق الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان فهم يقومون مقام الله في جميع أحوالهم وفي جميع حالاتهم ظاهرا وباطنا في أفق المادة وفي أفق المعنى نذهب إلى فاصل ثالثا أذهب بكم إلى سورة فصلت وإلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية واضحة إنها تتحدث عن الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق لا بد أن تكون الآيات كاملة وإلا كيف يتبين منها الحق كاملا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في كل جهة من جهات هذا الكون في الآفاق في الجانب المحسوس وفي أنفسهم في الجانب المحسوس وفي الجانب المعقول ماديا ومعنويا لا بد أن تكون هذه الآيات كاملة من دون نقص وهذه الآيات تتوفر في كل الآفاق وفي كل الأنفس لا نستطيع أن نتصورها في حالة من الحالات تعاني نقصا والحسين في قبره آية من هذه الآيات آية من هذه الآيات فكيف نتخيل نتصور نقصها لا يمكنه هذا لا بد من رجوع الرأس ولا بد من الإمام المعصوم في ذلك الزمن هو الذي هو الذي يتولى أمر الحسين في كل أحواله وفي كل شؤونه الآية تصرح تصرح بهذه الحقيقة في أدنى تدبر في أدنى تدبر بقلب مفعم بمعارف العترة الطاهرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين يتبين لهم أنه الحق قطعا الآية تتحدث عن الآيات في كل مراتبها ونحن نقرأ في دعاء البهاء من أدعية السحر في شهر رمضان إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة لكن أكرم الآياتهم اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واضحة صريحة ما لله من آية أكبر مني فهو الآية الكبرى وهو الآية العظمى اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها الآية الآيات الأكرم هي الآيات الأكمل وهي الآيات الأوضح طبق هذه المضامين وطبق هذه المعاني على ضريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالحسين أكرم الآيات في كل حالاته والحسين أجمل الآيات في كل حالاته لا نستطيع أن نتصور غير ذلك نحن هكذا نعتقد بأئمتنا صلوات الله عليهم في جميع مقاماتهم وفي كل حالاتهم مثل ما أخبرونا إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الجزء الأول صفحة أربعمية وثلاثة وثلاثين رقم الحديث أربعمية واثنين وخمسين بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إسحاق بن عمار يقول سمعته يقول بأن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا؟ كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم وهذه الرواية خطيرة هذه الرواية تخبرنا أن مراجع النجف وكربلاء لا ينطبق عليهم وصف الإيمان لأنهم قد زادوا كثيرا في الدين وصاحب الزمان ما أزال تلك الزيادات ونقصوا كثيرا من الدين وصاحب الزمان ما أتم لهم النقص والتخبط الذي مر علينا كانوا يزيدون فيه تارة وينقصون تارة أخرى وهذا الحال حالهم دائما في التفسير وفي العقائد وفي الأحكام والفتاوى وفي سائر شؤون الدين يزيدون وليس هناك من راد لزيادتهم وينقصون وليس هناك من متم لنقصهم هذا يعني أنهم ليسوا من المؤمنين لأننا لا نشك في وجود إمام زماننا وكذلك لا نشك في أن الإمام الحجة يقوم بواجبه هذا وإنما نشك في هؤلاء في هؤلاء السباريت صاحب العمر هو الذي وصفهم بأنهم السباريت من الإيمان في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة وصفهم بأنهم السباريت من الإيمان السباريت في التعبير الشعبي العراقي السرابيت السرابيت هم السرابيت ذول سرابيت سرابيت فهم زادوا في الدين كثيرا ونقصوا من الدين كثيرا ولكن ليس هناك من تدخل من إمام زماننا كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم إنما يفعل الإمام هذا مع المؤمنين فإنه لا يفعل هذا مع غير المؤمنين فلم يفعل هذا مع المراجع لماذا؟ لأنهم ليسوا من المؤمنين فإمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهل يتدخل الإمام الحجة هنا كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه له الحقائق واضحة وما يجري على الأرض يتحدث عن نفسه بنفسه وأنا لا أحدثكم عن المقطع الزماني الذي نعيش فيه الآن وإن كان الأمر واضحا في المقطع الزماني الذي نعيش فيه الآن نما أحدثكم عن الزمن الذي بدأ منذ أوائل عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا على أي حال أعود إلى الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نحن نقرأ في الزيارة الرجبية وهي من توقيعات الناحية المقدسة نحن نقرأ فيها حيث نخاطب محمدا وآل محمد إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة الرجبية الجامعة الموجزة التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب حتى نخاطبهم أنا سائلكم وآملكم نخاطبهم صلوات الله عليه أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم فبكم يجبر المهيض المهيض الذي كسر جناحه الكسير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط هذه المضامين نخاطبهم بها جميعا فهل يصدق هذا القول على سيد الشهداء إذا ما تصورنا أن سيد الشهداء قد دفن رأسه في مكان آخر ومن الذي دفنه وأين الإمام السجاد مثلما جاء الإمام السجاد من الكوفة إلى كربلاء بعد ثلاثة أيام بولايته بولايته وليس بالأسباب الطبيعية العادية فإن الأمور ستجري أيضا بنفس الطريقة وسيترتب البرنامج حتى يعود علنا أمام الجميع مع عماته وأخواته كي يصل إلى كربلاء في العشرين من صفار الأمور واضحة وجلية جدا وإلا كيف نخاطبهم بهذا الخطاب وكيف نخاطب الحسين بهذا الخطاب وهذه زيارة جامعة عامة لهم جميعا نزور الحسين بها في شهر رجب أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويط وعليكم التعويط فبكم يجبر المهيط ويشفى المريط وما تزداد الأرحام وما تغيط اجمعوا هذه المعطيات اجمعوا هذه المعطيات وتعالوا كي نتدبر في الآية الواضحة والجلية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اجمعوا هذه المضامين الصورة جلية واللوحة متكاملة بكل أجزائها إذا ما حذفنا جزءا من أجزاء هذه اللوحة فإنها ستكون معيبة وستكون منقوصة واجمعوا واجمعوا كل هذه المعطيات مع التي تقدم ذكرها ما ذكرته عند قانون إن على كل حق حقيقة وما ذكرته عند الآية اليوم أكملت لكم دينكم إنه إكمال بأئمة كاملين في كل مقاماتهم بظاهرها وباطنها في مقاماتهم الترابية وفي مقاماتهم النورية والآية صريحة جدا لابد أن تكون الآيات الآفاقية والأنفسية لابد أن تكون كاملة في جميع مظاهرها وفي جميع نشآتها حتى يتبين لنا أنه الحق أنه الحق نذهب إلى فاصل